ومن احتياجات الفقراء إلى التزام الحكومة بخطوات الإصلاح إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عفاء تسعة وكلام ومستشارين في ست وزارات هي التربية والنقل والصناعة وثقافة والبيئة والشباب والرياضة وبحسب وثيقة فإن أوامر العفاء شملت عادل ناجح عباس محمد الفتلاوي وكيل وزارة التربية لشؤون العلمية وفلاح محمود أحمد القيسي الوكيل للشؤون الإدارية إضافة لوكيل وزارة النقل للشؤون الفنية وأسعد بشير اسكندر ملك مستشار في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وكاميران علي حسن مصطفى بالباس وكيل وزارة البيئة للشؤون الإدارية والمالية وعبد الرحمن حسن خالد اللويزي وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة ومكي عجيب حمود الديري وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون الإدارية اشتركوا في القناة